اشتركوا في القناة بعد أن نشر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين تقرير بعنوان زنازين الرعب والموت في العراق السجن التاجي مذجا هذا هو موضوع حلقتنا وهذا هو عنوان حلقتنا أيضا في برنامج صوتكم لهذا اليوم تابعونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بأي اتصال او اربط بأي اتصال مع البث موضوع حلقة اليوم هو زنازين الرعب والموت في العراق سجن التاجي مذجا هذا هو عنوان تقرير القسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ذاكرين بمجموعة من الشهادات ذاكرين بمجموعة من ما قالت منظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية والمحلية بالبداية بيّن قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين انه نتيجة لضعف انفاذ القوانين وغياب المسائلة والعدالة لتحقيق في حالات التعذيب المتكررة التي باتت صفة عامة في جميع السجون العراقية الحكومية المعلنة تعودت إدارات الكسجون على انتهاك حقوق المعتقلين وحرمانهم من ضرورات الحياة بطرق أكثر قسوة وأشد وطأة في ظل تزايد أعداد المعتقلين في العراق نتيجة سهولة كيل الاتهامات للضحايا وعدم وجود أحصائيات دقيقة لأعدادهم والتي تشير التقديرات لأنه يتراوح عدد المعتقلين ما بين 250 ألف إلى 750 ألف معتقل معظمهم اعتقلوا بطرق غير قانونية ومحتجزين بسجون وزارات العدل والداخلية والدفاع والتي باتت بعد عام 2003 تدير أكثر من 50 سجن كبير وما لا يقل عن 400 معتقل معلن في مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها فضلا عن وجود أكثر من ألف موقف في مراكز الشرطة المنتشرة في أنحاء المحافظات العراقية إلى جانب أماكن توقيف غير رسمية تشرف عليها مختلف الأجهزة الأمنية الحكومية وأماكن حجز وسجون تابعة للأحزاب والميليشيات المتنفذة يعني هذا ما استهلت بتقريرها هيئة علماء المسلمين عن طريق قسم حقوق الإنسان فيها المشكلة مثل ما بين التقرير في السجون الحكومية والتي تشغل الرأي العام اللي هي قضية التعذيب أنه تتفق جميع المنظمات الحقوقية على أن قضية المعتقلين العراقيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وهناك إجماع دولي على وصف السجون الحكومية المعلنة في البلاد بأنها أسوأ وسائل للابتزاز في العصر الحديث يتعرض القابعون ورأى الأسوار فيها إلى جراء قتل بطيء تعذيبا وتنكيلا وإدلالا وإهمالا متعمدا كلكم تدرون أنه السجون العراقية خصوصا سجن التاجي عبارة عن مراكز للتعذيب أصبح السجانون يتفننون في ابتداء طرق جديدة للتعذيب التقرير اللي بين إيديه بيّن بعض هذه الطرق نتيجة الشهادات اللي استقها أو اللي اعتمد عليها هذا التقرير بداية نويا الاتصال من تركيا أبو أيصر حياك الله أهلا وسهلا أستاذ شونك أحوالك عليكم السلام ورحمة الله وخير تفضل أستاذ العفو هي المنظمات الدولية تعرف تعرف بس شنو الغاية متتدخل لا بأشياء أمريكية متعرف السجون مقتضة بالعراق بالأبرياء بالناس البسطاء اتركنا عن داعش بس ناس أبرياء ويلة مهم من المحافظات اللي يقولون احنا رحنا للتحرير هم راحوا للتدمير راحوا جابوا أولاد الناس وذبوها بالسجون وكذا احنا نعرف بزمن النظام السابق إذا أكوا سجناء كانت أكوا زيارات تصير لهم من منظمات وتعرف وضعهم شنو ويصير أعطاء عندما تكون مناسبة يصير حفو حام حتى على المعدوم يصير حفو حام في ذاك الوقت مو بس المنظمات أخي أبو أيصر حتى أهلهم كانوا يقدرون يزورهم يعني السجناء اللي موجودين عن طريق إذا تذكر قبل فترة السجناء دزوا مناشدة إلى قناة الرافدين حتى أهلهم ممنوعين من زيارتهم ممنوعهم ما يخلوهم يندي يساوموهم بالاة في الدولارات يساوموهم حتى عود على ساس راحا طلعا وراحا طلعا شفت منا أربع خمس سد فاتر وخلاهن بجيبة وتشذب على العالم وخلاهم يروحون وما يدرون ببنهم شنو شنو وقع وين بياسجين جو القاع فوق القاع والتعذيب هذا اللي مستمر يعني يعني هم من طاحفة وحدة يقول لك دولة خليحنا نهذيهم وندمرهم ما أحدهم هم غاية إسلامية ما أحدهم يعني لا يعرفون الإسلام شنو وما يعرفون كل شي يعني هاي المجرد داي يأذون يريدون يأذون هالعالم هاي بالمناطق السنية هاي بجرف الصخار يا مادثنا وجثث هاي ذاك اليوم لقوها جثث مارس جناء نعم يطلعوهم يعدموهم ذول الحجد الشعبي وغيره وغيره يتبجحون بقتلهم يعني فما كو لو كو منظمات حقيقية دولية كان تقدر السيطرة على الوضع تقدر تزور الزور السجناء وسوي الجرد عليهم وبعدين يصير عليها مسائلة ما كو أنت تذكر مرة طارق الهاشم يزار أحد السجون المكترة في بغداد وقام يبشي في ذاك الوقت على مشاكلهم ووضعهم لأنه ترتربحهم برياء نعم تطلعوه لبلتيقة أنه أنت شخص إرهابي وجماعتك إرهابيين وخلوه ينهزم خارج العراق حتى يتخلصون من عنده نعم هاي شي معروف يعني احنا أمريكا سلمت هذول الأرذال البلد سلمتهم على طبق من بهب يعرفوهم دولة حرامية وقتلة وكل شي يعرفون عنهم نعم مزين فهذا واحد الشيحتي يعني بس يتجهل على الله ما يقدر يوحدهم شي شي يقول يعني نعم ايه فأستاذ أول شي مؤسسات دولة ماكو احنا بالعراق ماكو مؤسسات مهنية شفتلك مسؤول عراقي من من الجهات الأمنية زار السجون شاف أوضاعهم الشي يأكلون الشي يشربون دي يتعذبون لما يتعذبون ماكو مو بسي جاء أبو أيصر يعني أنا أذكر أكو صور إلى بعض المسؤولين في في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بوزارة معينة واحد من اللي جان واحد من هلكتة لراحة وزار السجون لكن السؤال الأهم أنت زرت إيش سويت ما يسوي شي هو راحة هذا مجرد فد يأخذ مكان امتخابي حتى يقول والله أنا عدى أبطل على أوضاع الناس نعم فهي كلها مهزلة مهزلة هي دولة أهزاب حرامية نعم هم مو ناس يحبون وطن وهم تعرفهم هذول الأرذال هم حرامية من زمان هم كانوا يبيعون قواطئ واستلموا دولة إيش تتحرم منهم أنت نعم إيش تتحرم منهم يعني شخص لا شهادة ولا كذا وجهزه لا ضابط ولا كذا انطورت بحديدة وقال لولا روح انت صرت ضابط وصرت كذا فبلد مهزلة نعم عندك انت رئيس وزراء لا يحل ولا يربط هم جابوه حتى يمشون برامجهم برأسه قاعد فقير يعني ما يقدر كل شي يسوي بيدي الأحزاب واحد يجرى مننا واحد يدفع مننا نعم بلد منتهي هذا بلد العراق أقرع عليه السلام طالما هاي الحصابة موجودة إن شاء الله إن شاء الله يرجع شكرا 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 إليك أبو أيسر من عاصمة الرشيد أبو حسن حياك الله سلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام والرحمة والإكرام حياة الله حيا الله قضاة الرافدين تحيا والدوم الله يسلمك عيني الله يسلمك بالنسبة للعراق هو موجودة داع لي شغلة الخطف والقتل والتغييب معينيك نعم من السنين طويلة من 2003 ولي حد الآن أنا عدي ابني يشتغل فلاح يشتغل فلاح وين يشتغل فلاح بغداد نعم أو صعدوا شرطة ثلاثة يدامون مديرية شرطة سامرة زين لما تاريخ 27 2005 2007 زين تاريخ 27 2005 2007 معيني فلما روحت السامرة أروح أتابع قضية ابني وأسأل علي يقول لي ما موجود عدنا وأني لما أروح نعم إشتغل شاء عمر الله يخليك يا رب بوالد 85 نعم وأني نعمة حالك وأني صابر على على ظلمي على الوضعية وأمم من قهر حتى تراش وأني صابر على القضاء 2007 ولحد الآن أنا صابر وكل يوم أقول باتل تفرج باتل تفرج ولكن لما أروح سامرة أهل سامرة وساعدوني ساعدوني بعض الضباط والمنتسبين أبو حسن أنا بس سؤالي أنت تقول ابنك شنو اسمها الله يا حفظه أنا ما أردع لنسمها رحم الله وعندك ما أردع لنسمها أبو حسن أنت تقول ابنك اعتقل ببغداد وهو يشتغل فلاح ببغداد عن طريق ثلاثة منتسبين بشرطة مديرية مدينة سامرة تابعة إلى محافظة صلاح الدين زين ذول شلهم علاقة يعتقلون واحد ببغداد يعني المفروض عملهم بصلاح الدين بسامرة مو ببغداد هاي المدى أفهمها بس اسمح بس اسمحلي اسمحلي هو خطفوه بسامرة مو ببغداد آه تمام خطفوه بسامرة ويضمن ثلاثة شرطة وسيارة خاصة سيارتهم الخاصة حوبيها السامرة هذول الشرطة التلاثة يدامون مديرية شرطة سامرة والخطفة وهناك ومن أحد الضباط والمنتسبين قالوا لي ترى خطفتهم قوات حكومية لما أروح أتابع قضية ابني يقولوا لي أخذتهم سيطرة وهمية والله الحظيم بين سيطرة وسيطرة بسامرة ستين مترة ماكو حتى سيطرة وهمية مواقف العقل مموجودة بسامرة بالتلاثة وشبعة مموجودة فقام يهددوني بالقتل قام يهددوني بالقتل وحتى واللي خطفهم واحد ضابط شبير ودفعت على الخطف أمرأة مرأة نعم 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 شكرا 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 إليك أبو حسن إن شاء الله رب يرد لك ابنك سالم بس يعني القضية وما بيها يعني واحد واحد ابنه شالته الشرطة يروح على الشرطة يقولولي ما نعرف ابنك وين لعد اللي شاله منه هاي 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 إشكالية الشعب العراقي ابنه يروح أو أخوه أو زوجه أو أخوها أو أبنها أو أبوها أو أمه أو أبوه يروح ويروح يدور عليه يقولولي مو يا منه زيان اللي شاله منه يعني يسر الرجال يقول أنا شفتهم متلاذة بشرطة يعني بشرطة سامرة ويقام سيارة خاصة وين يروح يسأل عليه ياخذوا بسامرة يروح يدور علي أبو البصرة هاي مشكلة يعني لازم لازم الحكومة تجد حل لهاي القضية لازم الحكومة من تعتق الواحد وهي مجبرة مجبرة حسب المواثيق الدولية من تعتق الواحد تبلغ أهل ابنهم وين مو بكيفها ولا بمزاجها ولا مانية الأحد أبو أسد من البصرة حيات الله السلام عليكم أبو أسد أفل شوالك السلام والرحمة والإكرام حييك وحيي برامجك تحية والدوم شريفة فلو أبو أسد أفل أنت تقول هاي الحكومة هي هاي محكمة هاي أصابات والله نعم أصابات الطعيم طرق حرامية مشتين وشافوا وشح يطيرون يعني كمثلا يقول شاف ما شاف وما أرد أكمل بحضاني بس آني أبشرك عندي رؤية نعم أبشرك بالقرآن يقول بشر القاتل بالقتل نعم هاي شي معلوم العالم كل يعرف القرآن يقول بشر القاتل وقتل نعم أهل السنة ما عدم هذا شي يعني 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 كالتالة روح وقتل ما نشينوا هدت دولة بدوروها حرشة يعني يعني بعدين أطلق لك حسيني دوروها حرشة شيء بالبنز تحت تحت تيارة يشيء بياخد تنفلس تنفلس فصل على المثلان عمام ويجيب يخاب جماعة وجماعهم في نحن ويخصو تنفلس من أب كالتالة تنفلس ويقول لا بروح أنا فضي لها على أم والشرطة المرور والشرطة النجدة كل هاي مساومة عشائريا يعني مو كلهم ما دريهم يعني ما نجيهم كلهم مو كلهم لا هاي وحدهم ومو وعش السجون السجن السجون هاي السجون هاي هاي سورة لا يزور بد النزاء ولو يخلوهم لهم يخلوهم بتيد دخل لهم طاو يحمون بيها يركبون بيها تذكير صغيرة ما يخلوهم يعني أبصد مقاومات حياة السجين ما عد عم صحيح مجرد فراشة وفراشة ما يطلعوا بالشميس في الأبد والأمراض ماذيتهم وضبابة موزين عدهم أي وحدة اثنين من من منبرك منبر رافضين من هنا يوم تحذر عشيرة البعامر أن يتبرون من هاي العامري ومن القيادة اللي موجودة هنا البعامر يتبرون منهم طلع عقب عشرة عليهم بعضيا ليقولوا نحنا مو مو لهم أس شاكين بيها أبو عامر لأنه هذا ذيل هذا عامري وذاك اللاك أبو مهدي اللاك مهدي 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 من الشعب وإذكر قاني نعم شكرا 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 لك أبو أسد طبعا هيئة علماء المسلمين قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بتقريرها اللي سمتها زنازين الرعب والموت في العراق وأخذ السجن التاجي نموذج أخذت ببعض الشهادات يعني مذكرت أسماءهم حفاظا على أرواحهم أرواح أهاليتهم حسب المعتقل عين سين اللي يبلغ منه عمر 26 سنة وخص قسم حقوق الإنسان بالهيئة بهاي الشهادة يقول أنه أنا قدرت أنجب روحي بعد أن دفعت والدتي مبلغ مالي كبير لأحد ضباط السجن اللي تجاوز طبعا سجن التاجي هو ده يحكي لأنه وصفة سجن التاجي بين أكبر سجون العراق وأفضعها وأسبوعها سمعة بعد سجن الناصرية المركزي جنوب البلاد يقول والدتي دفعت مبلغ لأحد ضباط سجن التاجي 35 مليون دينار عراقي 30 ألف دولار وأطلق سراحي بعد ذلك وأني تم اعتقالي بدون أمر قضائي وأقامت القوة اللي داهمت بيتنا بقتل والدي بدم بارد أمام أفراد عائلتي وأسرتي وحيش عن انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة وتعرض إلها معتقلين سجن التاجي ارتكبها أغلبها ضباط ومنتسبين داخل السجن يعني أنا مدى أفتهم شنو هاي الرغبة اللي عد الضباط وعد السجانين في القتل وفي التعذيب وفي يعني شنو المتعة أنه أنت تلزم واحد تعذبه وهو بري شنو المتعة أنه أنت تلزم واحد ما علي تهمه سوى أن تهمته أنه ينتمي إلى منطقة أو ينتمي إلى طائفة غير طائفتك أو ينتمي إلى إلى فكر سياسي غير فكرك أو يدين بالولاء إلى بلده ويتدين بالولاء إلى بلد آخر فقط هاي التهمة هي أدت إلى ممارسة أشهد أنواع التعذيب وأنكلها وحسب التقرير يقول السنة اللي فاتت ازداد التعذيب بالسجون إلى أضعاف مضاعفة أبو حسن من بغداد ويانا حياك الله السلام عليكم أخوة يا سلام عليك السلام والرحمة والإكرام الله يبارك بي يبارك بعمر أخي الله يبارك بي فجولة الحكومة كلها يعني بالأتباريها بمحكم هي إصاباتها والسالة المعروفة هي جولة أتباع إيران نعم من قاتل إيران أكثر والقصر الأمريكان قاتلهم المناطق الغربية يعني في صورة عامة يعني كل المناطق الغربية قاتلت المحتل القتال شرس فهم دولة يخلون صارهم يعني دي أيوح أي سنة أي سنة بالعراق اعتبرها بقبرة يعني العجم إيران وإسرائيل وأمريكا نفس الخط لا حد يقول لحدي أمريكا تضرب إيران ها شيء المستحيل من السرع المستحيل فدولة دي يأخذون صارهم شون قاتل قاتلوا المحتل فده يهينوهم وده يدلوهم وتعرفون المرأة لما تروح على رجلة شوف مذلة لما حيالا توصلها وما توصلها وبفلوس ببتزار يعني ما طب من ده بداية السجن إلى أن توصل يعني فدمذلة وإهانة يعني حتى الإلسان اللي شاد ما يشويها فهم دولة أعداء الإسلام يعني بصورة عامة يعني بكل أحوال يعني يعني حد بدأت يتسنون بالتعذيب يعني يعني أنا مرة من مرات عن اعتقلوني والله عزبوني تعذيب مصاير يعني يعني شو قل يعني الأمريكي قاعد يعني يعني قباضي وهو مترجم يقول راح قعدك حيقول لي راح قعدك على جهاز كشف الكذب قعدوني بالسلتين وبعدين قعدوني بالأربعة وبعدين وبعدين نفس الحشي يقول لي التكذاب التبتح شو الصدم لقد عدتوا دولة عظمة ومتطورة وواصل بمرحلة بالتكنولوجيا وهي حجز كشف الكذب يقول لي قتل لأخير يتولعتوا لدولة عظمة ولا عدكم تكنولوجيا ولا عدكم إنسانية أنا قلت لهم هيتش هم عزبوني تعذيب مصاير يعني ملخون يتملك بس الله بقدر تخلصني بقدرتهم نعم فهم يعني ناس مضبوبشر مستحيل نعم نعم شكرا 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 لك أبو حسن أبو حسين أيضا من بغداد حياة الله أخوية السلام عليكم أستاذ أسل عليكم السلام والرحمة والإكرام أستاذ أسل في عندي سؤالين من فضلك تفضل والجواب أريده من كل المشاهدين هم يجابوني وأول ما تجاوب أنت نعم من الذي من الذي يدفع الجزية اليوم السنة ولا شيعة للأمريكان من الذي يدفع شنو يدفع الجزية الجزية للأمريكان من يدفع السنة له الشيعة نعم والسؤال الثاني كل كل أهل الأنبار والفلوجة وهم وعلماءهم دائما يروحون للأردن ويعرفون هذا بلأردن هو خائن هو أبو خائن وجدة خائن ورافع العلم اليهودي انقطع الاتصال طيب يعني إحنا إحنا نحن نحش عليه أبو حسين أنت سؤالك الأول من الذي يدفع الجزية اليوم إلى الأمريكان السنة أم الشيعة لا السنة ولا الشيعة العراق الأمريكان من جوي جوي ما جوي لا يجيبوا لك ديمقراطية مثل ما أعلن جورج بوش ولا جوي يبنوا لك دولة بالعكس كانت دولة مؤسسات وهدموها أول شيء دمروا الجيش ثاني شيء دمروا البلد ثالث شيء حطموا البلد رابع شيء قاموا حروبوا بمدنه وعندك حرب الفلوجة الأولى والثانية مثال ودليل على اللي سووا بالناس والقتل والأبرياء ومجزرة حديثة ومجازر كثيرة بشمال العراق وبجنوبه سووها الأمريكان والمتحالفين وياهم والتحالف اللي جوي على رأسه فهم مجوي اللي ذا يدفع الجزية لا سني ولا شيعي العراق نفسه لأنه كل إطلاقة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق راح يقصوها من جلد العراقي أما السؤالك الثاني انت انقطع النص ما افتهمتها يعني انت اش دخلنا احنا بدول الجوار او بحكومات دول الجوار احنا دا نحكي على السجون والمعتقلين والتعذيب اللي دا يصير داخل السجون من الحكومة ان كان سني ولا شيعي ولا صابقي ولا يزيدي ولا من دائي ولا اي طائفة احنا ما خصينا طائفة من الطواف بفعل هذا الشيء احنا دا نقول الحكومة والسجانين لكن يا سيد العزيز احنا دا نقول مخالف الى طائفتك لانه حاليا في سياقات الانتماء الى الكلية العسكرية اصبحت الطائفة والقومية جزء وما كانت موجودة سابقا كانت فقط انه عراقي من ابو امه يدخل حتى ما كانوا يسئلون هاي الاسئلة الديانة ممكن كانوا يسئلون عنها لانه اداء الطقوس والعبادات دولة بالسجون حتى الصلاة ما يقدرون يصلون ادري الاحزاب اللي موجودة ما تقول احنا احزاب اسلامية هذا وضوه ما يقدر يتوضى وصلاة ما يقدر يؤدي سبوا شتم وقذف على المقدسات وعلى الصحابة وعلى الشتائم طائفية ومعان بالضرب وبلاوي سودة من احزاب تقول احنا اسلاميين زين انت تباوى على يا ابو حسين تسألني سؤال عن دول الجوار ارد اسألك سؤال ايران شنو اللي فادت بالعراق بالاجزل اللي دزتها بمعجون الطماطة لو بالاجزل اللي دزتها بالادوية لو بالميليشيات اللي قامت تقتل وتصلخ وتعذب لو بحروبها بالوكالة اللي قامت تندار بالعراق لو بتدمير ثلث مساحة العراق بايش فادتنا ايران لو يدفرون البيبان ويطبون ام مريم من بغداد حياتش الله ام مريم من قطع الاتصال اعتذر منك ام ضياء من بغداد فضلي نعم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته العفو اخوية دا ناشد صوتكم عندي ولد اخوية اثنين مفقودين مفقودين من فغدة ومن الفين نعم الفين وستعش تبع وعشرين اربعة اثنياتهم بنفس اليوم لا بياناتهم ثلاثة ايام زين وين على طريق حلة محاويل حلة محاويل وخذوهم مشتهم خطية بيهم وطلبوا منع ذهلوث عشرين ورقة عشرين ورقة الواحد هو اول بداية نعم اي اول بداية استاذ طلبوا منع ذهلوث عشر ورقة قالها نفرج عنهم وثاني مرة قالها نطينا العشر ورقة الاخر ونحن نطيشهم اياهم بيدي استرزمينهم لازمة ياد زين مني نطينا من العشر ورقة الاخر قالها نطينا والدي ونطيكم الفلوس قالها هسه رح نفرج عنهم نطيشي اياهم مني جاء عليهم طب تستمي الولد ما علي اولدها زين لخوان لان يقولوا لها ها والله فرجنا عنهم يا با اما نطيتوهم وانتو تنظرون بينا نطيكم الفلوس الباقي اشنون افرجتو عنهم اما نطيتوهم الياجه اما نطيتو دا دا كل وقت من نطيشي بس اذا تسمحيلي هم عمارهم اش قد الله يرجع لكم يا رب عمارهم واحد عمر مواليد الف وتسعمية وتلاتة وتمانين هذا واحد والثاني والثاني الف وتسعمية وتسعمية وتسبعة وتسمانين الف وتسعمية وتسبعة وتسمانين يعني ستة وثلاثين باثنين وثلاثين سنة زين الجهة اللي ولد اخوتي هم الجهة اللي زوجة اخوتي اتعاملت وياهم منو ذولة الجهة اللي اخذوا منعدها عشرة وراق من جهة يعني جيش على مسجن الحلة بسجن الحلة يعني الحلة نعم مسجن الحلة ما حيض ما ادري يعني يعني خطيئة المرة تعبانة ما قدرت تسولت قالت لوصلي لصوتي وبلكت الله وصل على الجو وسمعوش كل الناس انشاء الله يا جهة يا جهة يا مقام السلام ندر بيهم لا ميتين ولا عدلين ما ندر بيهم بيا جاء اربعة سنوات احنا ما ندر بيهم وين ما وين نعم 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 اختي اختي مضياء ربي برد قلب أخوك وزوجته على أولادهم وصل صوتك وصوتها سمعون الناس لكن يعني هاي جهة الابتزاز اللي احنا نحن نحكي بيها وقسم حقوق الانساحة شاب تقريرة انه تردون تعرفون ولدكم وين قطونا فلوس ورا ما يطوم الفلوس والله احنا ما ندر بيهم وين زين ليش اخدتوا الفلوس ليش يعني فوق ما ماخذين ولدهم وفوق ما قلبهم محروق على ولدهم وعلى أهلهم وعلى على ناسهم وحبايبهم تجون تبتزوهم اضافة اللي الى الى ناس طبت للسجون وهي صغيرة بالعمر والسجانين انسحبوا من أهليتهم بلاوي فلوس ولما نيطلع يا يطلع من مخدرات يا يطلع مخبل من التعذيب يا يطلع ببلوة ومرض من الأمراض نتيجة سوء المعاملة وسوء الإدارة بالسجون يعني بواحد السجون انه شخص يقول اني انتقلت من سجن معرف اسم السجن شنو واني اعتقلوني ثلاث مرات وحاجي بالتقرير الى تفاصيل مخيفة بالتعذيب يقول اكو ادلال واكو شتائم طائفية واكو كيل من الضرب والتعذيب نتعرض له من الضباط والمنتسبين اضافة الى عناصر الحجر الشعبي او الميليشيات اللي يقتحمون السجن كل ياله ويسوون حفلة على السجناء بالتعذيب ويقول حتى الصبح واكو هناك حالات اعدام ميدانية هو يقول انا اذكر ثلاثة واحدهم اعدموا قدام اشاهد لك يقول انا اعتقلت اول مرة وعمري 14 سنة حدث 14 سنة يعني حدث ما يزجل بسجن اكو 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 هيئة احداث اكو اكو اصلاحية احداث لكن حدث الدخلوه بسجن بسجن التاجي او ببغريب او بسجن الناصرية يعني بلوة بعدين انا اريد اوجه رسالة قبل ما اخذ اتصال ابو حمزة من ديالة السجن هو مركز اصلاحي مول الابرياء للمجرمين بعد التأكد من اجرامهم اكو سلسلة من العمليات لازم تمشون بها يا الحكومة العراقية والقضاء والشرطة ومراكز الاعتقال الى ان تتأكدون من اجرام هذا الشخص بشهود بجريمة بدلاء الملموسة يلا يدعب السجن مو بريء الذبب سجن سنة وسنتين وعشرة وعشرين ابو حمزة بن ديالة حياك الله السلام عليكم أخويا عليكم السلام ورحمة ولكرام اخويا مسألة السجنة ما سجنة نعم احسي لك على مسألة السجنة بديالة نعم شخص قبل شخص قبل شوية قلت دعفة 30 مليون او 35 مليون طيب مصحف شخص قلت له استوى فانا قل لك كلمة انا واخويا انتجننا اخويا هلو اي وياك اي انا واخويا سجنة يعني بيوتنا اثنين ووساطين وقياعين كل هذا اي انقطع الاتصال ابو حمزة يعني التقرير مع هيئة علماء المسلمين عن طريق قسم حقوق الإنسان وضح انه التعذيب اللي دي يصير بالسجون اجبار السجنة على التعري والوقوف امام النزلاء الاخرين عرى لاشعار السجين بالخزي والعار ما يؤدي الى حالة من الاحباط النفسي لاجبار المعتقلين على التوقيع على ما يدونه المحقق والاعتراف بجرائم لم يرتكبها تعرض المعتقلين الى ربط الاقدام والايدي باوضاع غير مريحة لفترات طويلة عزل السجين اللي يتعرض للتعذيب عن جميع الموجودين من السجناء والحراس قبل موعد المقرر للتحقيق باوامر مباشرة من المحققين فضلا عن الضرب المبرح بالعصي والخراطيم الكبيرة والدعس على رقاب المعتقلين حتى يفقد الوعي مرورا بالصعق الكهربائي والتعليق من الأكتاف لساعات طويلة والإهام بالغرق وحجز آلاف السجناء داخل غرف معدة أصلا لتخزين الأسلحة والذخيرة نتيجة عدم استيعاب السجون للأعداد الكبيرة من المعتقلين يعني اللي داء أقرام ما شاء الله يأخذون شهاد الدكتوراه من السوربون بطرق التعذيب سجن قوانتانمو على مود الإيحاء بالغرق أمر الرئيسي الأمريكي السابق بغلقة وما عرف انغلق له قرأت تقرير أنه إغلاق سجن قوانتانمو بمرحلة الأخيرة لأنه استخدموا بالإيحام بالغرق ما شاء الله بعد شنو الفنون مالتكم ش راح تطلعون للسجناء يعني أغلب الشهادات اللي موجودة من السجناء اللي اللي أهاليتهم دفعوا فلوس وطلعوا يقول لها كاني ما بسوي شي واللي طفل عمر 14 سنة وما أخذي وباقي 4 سنين و5 سنين و6 سنين بالسجن ما أعتقل هو طالع وخارج العراق خارج العراق خايف يذكر اسمه لقسم حقوق الإنسان بهية علماء المسلمين يقول لها أنا طلعت أمنت بس أنا خاف على أهلي وناسي على أهلي وقرابتي لا ينكتلون مرعوب يذكر اسمه يقول لها احنا نتعرضنا الانتقام وبطش من القوات الحكومية والسجانين والميليشيات داخل السجون تعذيب تجويع حرمان من الدواء تعرض لبرد الشتاء وقيض الصيف تعذيب نفسي شتائم مسبات السب الصحابة والمعتقدات منعهم من أداء الصلاة والمعتقدات وأداء أركان الإسلام أو أركانهم الدينية أو تقاليدهم الإسلام يعني منع من كل شي أدري المصلي كافر ممنوع يصلي عفوا السجين كافر ممنوع يصلي السجين يعني مو بشر ساد للشبابيش وممنوع التهوية تفوت له ما يتمرض هذا السجين وتطيع أدوه إضافة إلى ذلك يعني السجون يجب الفصل ما بين السجون أكو سجن سياسي أكو سجن لكبار المجرمين أكو سجن للمخدرات أكو سجن أنتم خلطي يا لوزحاتهم أم أحمد من بغداد حياتي الله أم عبد الله أم عبد الله من بغداد تفضلي أم أحمد هل أختم محمد تفضلي الله يبارس بك بالنسبة شغلة السجناء هي بس رب العالمين لهم كل أحد يعني أنا زوجي اعتقله عشر سنين وكل ما أنا أروح أواجه طبعا وضعه صحي بس الله يعلم بحاله وين معتقل هو زوجه ماشي طبعا هو ما خلو وكان ما خلو يعني بغداد غسى وين هو ماشي بالأبوك وبعدين خلي أوصل لك الفكرة بعدين راحل للناصرية ودفعت دفعت دفترين عشرين نالفضل ماشي وخليت محامي ماشي دفعت دفترين وخليت محامي وقالوا ها هي وإن شاء الله رح يفعدوا محكمة ومن يفعدوا محكمة يعني يطلع وانتظرت عشر سنين أخير شي يوم من الأيام خبروني توفر من التعليم ماشي نعم هو أرهاب غير طبعا هم أول بالبداية هو ثلاثة ثنين تشابه أسماء تشابه أسماء وبزعنا من هاي الثالثة أخير شي قالوا حط محامي حطينا محامي المحامي قال يعني يريد شذا مبلغ يا بفعو ينقصط نياء سواء نياء ثنين يعني قصطين ماشي قال إنتم رح تدفعونا القصط الأول راح بلك تأور قتفعد للقاضي ماشي فإحنا دينا خطيئ يعني هو هاي الحشي إلى ثمان سنين ثمان سنين هو بس موقوف وأجيب عني مثلا كتاب معاملات ما هل تعرف عندي أبطال وعندي كذا ومعاملات جناسي كانوا معدهم من أجيب حتى هو هذا محكمة الساعة يقول لي بالحاسبة العفو يقول لي يعني معقولة بس موقوف قتل لهذا الكتاب وهذا الكتاب لحد الآن أنا موجود عندي قتل له هذا الكتاب قال يعني هاي صال لش كم سنة بس موقوف قتل له والله بس موقوف شنو سهمت قتل له شانت تشابه أسماء وبعدين قلتهم طلعت أشكال وألوان هاي هيشي هاي كذا دفعنا دفعنا لهذا المبلغ على الموت بس أنه يعني يعني تلحسم قضيتها يا أما أفراج يا أما أعدام يا أما بجين لأنه تعب تعب حيز أخير شي قتل له كراحت علينا ذني الفلوس ورحت واجهت قبل ما ينقتل بأربعة شفر رحت أنا واجهت بشهر الثاني شكت لك قلت لك خليني أغير المحامي طبعا هو جسمي يرجيف وجهه أصفار يعني يقول لي ما بي حال أحتي قلت لك خليني نحط محامي جديد شان يقول لي لا دخل عمرك والله راجي بعد ما بي ماشي نا نا راجي ماضية قلت لها خير إن شاء الله رجعني بعد ثلاثة شهر الموعد مالتني صارت عندي ظروف وكذا ما قدرت أروش فخابر الصليب الأحمر يا با أتكم مواجهة قلت لها خير إن شاء الله خابرتاني على الصليب الأحمر قلت لهم يا با ماكو مواجهات ماكو تشان تقول والله الحكومة ما تخلي أي جهة يعني تروح يعني يعني منها جماعة الصليب الأحمر وكذا ما تخلي أي جهة تروح في الجناء تعرف أحوالهم تعرف كذا تكت ومعلاني المهم ما ما أطول لك التاسي يوم من الأيام مواجهة إلها بعد يومين يومين بعد المواجهة إلها ثاني خابروني قال زوجتي توفية يا با شون رح نسألني طبعا إحنا ما قدمنا ولا رح نجيب الجسة ولا قدمنا كل شي نسوي هو هذا السؤال نعم رح نعاد بزيانة جماعة ما خلون يعني ما خلون نستلم أحنا شي ولا نعرف أشي قال هاي أمر من وزير العدالة وزير العدل هم دولة مجموعة 11 واحد أفيا دولة 11 واحد طبعا تضح بعدين إنه 11 يومية 10 إلى 11 يقتلوهم يطلعوا هم بات سجني الناصرية تتغير معالمهم وكذا ويلبسوهم ملابس مدنية عادية روش يلبسوهم ملابس مدنية المات تتغير المعالم ونجوم المركز الذقار مال الشرطة وراها عاد هم شوف شو كت يؤمرون المهم بين ما إحنا توفى لبين ما حصلنا على الجسة 43 واربعين يوم ببط بزين يلا وصلتنا الجسة بزين خبرت آن إرأسن ألأتني بالأحمر كنتم يابا هسا آني زوجي الله يرحمه لقينا 85 واحد وياه قال ليهم واحد عفوا اللحظة 85 واحد وياه وين لقيتوا هنا بالطب العدلي وهم ما نطعنا يا إلا هم نطينا مليون وربع تقريبا ديش حتى نستلم ها هي وهم يعني إحنا مو بصورة مباشرة مو بصورة مباشرة من الناس الناس رحوا جابوا نعم فهي يعني القضية هي مبالآني بكرت اتصالت أصلي بالأحمر بكلمها ستزوجي فأهي آمنتوا بالنار الحمد لله شكر يعني أقلها الساحل يعني حالنا فيها عشر سنين وبدأ بالهدعش يعني من الأثيان وستين أثيان وستة عشر وهو لا محكوم لا عنده أي دعوة لا حد يشتكي علي والله العظيم وقتلك المحامي أخذ من أدنها دفترين وكلية الله وكيلة كل دين ولي حد الآن يعني متحملتها زيان لا أعلم وإحنا من قدر لأنها هي الحكومة لا أحد يقدر يستطيل لا أحد كذا ربي يخفف عنك وعن أمهات العراقيات اللي فقدوا أبناء أو أخوان أو أزواج أو أحباء لهم نتيجة التعذيب داخل السجون العراقية وربي يرحملتها إن شاء الله يا ربي أشكر أم أحمد هاي المعاناة اللي دعانوها الناس نتيجة الاعتقاد داخل السجون أم عبدالله أم بغداد حياة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة وبركاته حياة الحضرتك وإلى قناتكم الشريف وإلى كل عراق حياة الله وإلى مباركة لكل العراقيين نعم أستاذ إحنا إذا نشوف التاريخ الشيعي الإيراني إحنا كان سابقا كانوا إيرانيين كانوا من 1400 إلى الوقت الحاضر ما يشوف نفس شيء عن التاريخ الإيراني هو شيء جيد وجميل مع العرب المسلمين نعم ما يقوم شيء يعني حتى عندما دخلوا في بغداد أول ما قتلوا قتلوا السنة في بغداد هذا عنده سقوط بغداد فاستمرت هذه الحالة الحقد والكراهية اللي موجودة في نفس بعض الناس هي اللي أدت إلى هذه المشكلة هذا التجمع يعني نفسي تأخذ الشخص إنه يريد ينتقل من الشخص المقابلة مع العلم إنه هما دخلوا في بغداد لا إحنا كتنى الإيرانيين ولا كتنى السياة الإيرانيين ولا تحرسن بيهم لكن هذه مواقفهم أستاذ هسا بالوقت الحاضر إنه إنه عندنا حكومة شريفة اللي هي قائمة على احتران حقوق البشرية وحقوق الإنسان ما كان صار هذا النوع من اللي يجب أن نشوفها لأنه خلهم في كل بيت عزة في كل بيت إنه شخص أو شخصين أو ثلاثة هم مفتوضين وحتى الشعب الإراقي إنما يطلع يقول أنا مفقون لكن إنما يرجع للجلس يقول أنا موجود والحمد لله بشكر يعني هذا حالة الخوف اللي يترهب الإنسان بعدين إحنا إدنا الشيعة الشرفاء من يشتغلون تركلهم في السجون لأنه هذا يقول لك عنده غيرة عنده غيرة يشتغل لبلده لكن هذا من يشوفون إنهم مصالح هذا الشريف رح تصدم للمصالح الإيراني ومع الشيء الإيراني فيقول لك لن نقبل هذا الشيء إحنا هذا صار بنسع إلى الإسلام وبنفعل إلى الآن هسا منع رسول المصيرة يمكن هو رح بالرزة بالسجين قال حتى حاضر على حياتي فكيف بالسنة بعدين إستاذ هاي القتل اللي قتلوهم عذبوهم وقلوهم بالصناديدة فترة من جرس الصخر يعني تصور هدول يعني بس عذبوهم وقطعوا أزقهم لو هم هم التفقيم مع أجنتات خارجية ياخدون أعضاؤهم يودوها بمضالق كبيرة لأن أصبح الشركة استثمار لهذول الخوانة اللي ما عندهم غير على بلدهم ولا على شعبهم فلهذا يشوف يشوف سجناء داعش تتولاهم المخابرات الإراقية وهما يقومون بعملية المشاوم مع دولهم ويدزوهم إلى بلادهم ليس إحنا السنة ليس إحنا ما إننا حق هذا بلدنا هذا إحنا هذا بلدنا إحنا نشوئنا دين هم وإحنا أصحاب التبلد صحيح صحيح أنا أعتذر مني شديد الاعتذار مع عبدالله بس بلوقت حيل أدركني فأسامحيني أردق راتشام رسالة واتساب الرسالة الأولى تقول إلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم الله يكون بعوني معتقلين سجناء برياء نطالب بتحسين أوضاع للشعب المظلوم الرسالة أخرى تقول السلام عليكم أشكر القناة الرافدين على صوت الحق إحنا من السماوة يا أخي والله العظيم عندنا قائد شرطة السماوة اللي جوه كلهم ضباطة يتعاملون بالمخدرات وصل عددهم عشرين شرطي يتعاملون بالمخدرات أخويا هذه الحكومة ما بها خير وإنما وضعت لتدمير العراق وإدلال أهل الشرفاء ونشر الفوضى والفساد والجهل والقتل والنصب والاعتيال ونشر الطائفية من أجل أن يبقى العراق ضعيفا لسهولة السيطرة عليه ونهبه وسلب خيراته أخوكم أبو عبدالله من بغداد سلام وتحية للعراق وأهل أخواننا إنما النصر صبر الساعة هذه العصابات بمجربة لا يستغرب منها أي أجرام وسوف تزول قريبا إن شاء الله للمعلومة السجناء تم تمكينهم من الحج مع مرافق اختار السجين سعد من السعودية أشك في هذا الكلام أخي العزيز أخي العزيز الله يكون في عون الشعب العراقي تحت حكم العصابات الطائفية الإيرانية التي تعاثت فيه فسادا وتقتلا وترويعا في ظل صمت المنظمات الإنسانية عن ذهاب حقوق الإنسان بهذا نكون قد وصلنا وأعتذر من كل ما قرأت رسالته الموضوع كبير والشعب كله يهم هذا الموضوع لأن كل بيت بالعراق عنده سجين وعنده مفقود نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة